الله مساءكم جميعا إلى عموم أهالي قريتنا الكرام وسائر الجماهير العربية في إسرائيل أعلن بهذا عن تسمية مدرسة الرامة الافتدائية على إثم شاعر العروبة المرحوم سميح القاسم وذلك حسب قرار صدر بالتصويت من قبل أعضاء مجلس الرامة المحلي في الجلسة الطارئة التي أقيمت صبيحة وفاة شاعرنا المرحوم بتاريخ 20-8-2014 رغم الجلسة 6-2014 والتي حضرها كل من الأعضاء المدرج أسماؤهم السيد إلياس رشيد السيد خالد إبراهيم السيد أمين أبو رزق السيد إلياس سليمان السيد إلياس نخلي السيد مؤيد قبلان السيد محمود منصور السيد موسى غنادري والسيد بسيلة بسيلة وبالإضافة إلى صوتي أنا شوق أبو القيف رئيس مجلس الرامة المحلي تم التصويت بالإجماع إخوان تم التصويت بالإجماع من قبل جميع العضاء الذين حضروا الجلسة بدون استفناء واتخذ القرار على تسمية المدرسة على اسم شاعرنا المرحوم ومن الآن وصعدا سيصبح اسم المدرسة مدرسة الرامة الإبتدائية على اسم الشاعر المرحوم سميح القاسم وهذا جاء تقديرا وإجلالا وتعبيرا عن العطاء العظيم الذي وهبه للإنسانية وللعروبة وتخليدا لإسمه الكبير ليبقى منارة للعلم والمعرفة والأدى رحم الله شاعرنا المرحوم سميح القاسم وجعل متواه جنات الخلب ولكم من بعده طول البقار فضلوا لرفع الستار عن اللوحة الرخمية المقص لو سمحتو في الأول أبناء الفقيد في عنا أحنا واني في عنا شنز رتيم في الأول أبناء الفقيد فضلوا لخبار وضاح وضاح لو سمحتو اعطوا مجال ودك أنا مننا أسابي محلكو محلكو هاي صغيري بس لحظة 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 هاي صغيري بس مع بعض فطوا يديل ايديل 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 ياسر ياسر ايوه اقلون سميع يالله بسميه لرحمة الله مبروك استاد حاتش سيدنا تضلوا وان استاد محمد تضلوا سيد حبيبنا تضلوا 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 ход وان استادنا اهلا اهلا موارد مابعه แลه استاد حبيبنا جميع 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 مابعء ها سيدنا ايوه اهلا وسهله مبروك 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 فيه تشاطر في الأرس مبروك مبروك خبيبنا فضلوا يا خبان فضلوا مجلس الرامة المحلي مجلس الرامة المحلي مدرسات الرامة الابتدائية على اسم الشاعر سميح القاسم الرامة اسمك العالي سماء الأبجدية بحضن الدهرة وضم الأزلية رامتي قصة خالدة أبدا تتلى فخارا وحمية بجناحيك تخطيت المدى وتقحمت المغاليق العصية سألوني نسبا قلت أبي حيدر الشامخ بلء الأبدية وأنا الرامة أمي فاعلموا أنني نسلو نبي ونبي ولي القرآن والإنجيل لي ولي الحكمة خلقا وسكيا مرحبا مرحبا مرحبا